توقعات الأبراج لليوم السبب التسعة قادر مع عالمة الفلك جمانة أبيسي أهلا وسهلا جمانة أهلا فيك لينا هيدا آخر لقاء لقلنا أنا وإياك خلال شهر رمضان يعنى بالأبراج رح يتابعوا حلقتين هيك منواعين ينتظروا أسماء أحلى الأسماء للسبين والبنات اللي بدن يخلفوا خلال هالشهر الفضيل عدين لحيكون في عنا شوي بريك ونرجع من الأيوم بعد رمضان إن شاء الله يعني اللي قلت كنت حقوله أنا فأنت سبقتيني ما بأسر دائماً اللي بيسبق الورد بيقطفوا قبل فأنت قطفت الورد قبل يا لينا يعني جايك إن شاء الله رزق ممكن تتوقعي رزق يجيك أنا بتوقع لك رزق يجيك هذه الفترة لأنك سبقتيني هادي دائماً إشارات بتصير وأنا بيأخد فيها مش معتقادات ولا خرافات لكن هادي إشارات أنا بيعتبرها هلا بالنسبة لمولود الحمل هو مع الميل مرتاح إن شاء الله دائماً ملي بيطلع منها في أحد الأشخاص كمان بيساعدوا بيعمل ما أو بمشروع ما حبي بيعملوا فبلشت أمورك تتحسن يا مولود الحمل قبل رمضان فالشربتك تعمل برمضان أنت من الأشخاص اللي بيحبوا ناموا كتير وقسول شوي هو مولود الحمل بوقت رمضان لكن اجتهت وما تخلي الفرص تفح منك يعني حرام أما بالنسبة لمولود الثور صفر خارج أرتك رح يحمل لك ورقب دكتمدية وأخيراً مستدل فيزا أو عقد العمل جان ناطر مولود الثور وأكتر مولود الثور لنا رح يكونوا بالإمارات في دبي ما حاعدلنا خمس إمارات خلص أي واحدة منهم رح يكون أبو طبي إمارات دبي هتكون واحدة منهم اللي بديروا عجمان ولا راس الخيمة ولا شارقة إلا ما عديتهم ما هيك فلكن عنده عمل إن شاء الله والفيزا واصلتك مولود أو سور أو ما بالنسبة لمولود الثور سأحطوا على أحسن ما يرام فحوصاتك منيحة وأنا معا مش بدل الدكتور أو الطبيب لكن هتلاقي فحوصاتك عم طمك منها لأنه كتير مسرسل بخصوص موضوع الصح بالنسبة لمولود السرطان اللي هلأ عم يتقدم له عرض وعم يرفضه عرض صفر يترك أرضه ويسافر لبرة هجرة أو حنا نبعث وراء أنا معه يمكن ما بيحب الصفر مولود السرطان معنا هو بتأقلم مع كل الاشياء مع كل الميادين بس البعض ما والدي السرطان ما بيحبه الصفر بيحبه يبقوا ببحاء بالبحر اللي هني تعودوا فيه بالمنطقة يعني مثلا تنقول بأي بلد في بحر تعودوا يبحروا ببحر هني مش ببحر تاني يعني البحر هو واحد بس تعودوا بأرضهم فرح يرفض فرصة صفر لبرة ما بيأثر هيدا شي رجع لإله أما بالنسبة لمولود الأسد اتصال يوصلوا من الخارج بدوا يتفاجأ بيرزق كأنه كان ناسيوا من زمين أو إلو حق من حدا أنه يرجع له بس هيدا الحق بدوا ياخدوا إن شاء الله مرتين مش مرة واحدة لأنه رح يرجع يتفقوا معه على عمل آخر رحي على طول ماضي لأنهم بحاجة لمولود الأسد هالأكثر شي رح يوصل لبأميركا لبأميركا عندهم مشاكل كتير بهذه المواضيع فقلتون لأشوف أنا شو بديوا يطلع معي حسابات لل يعني كل هالفترة اتصلوا من أميركا عندهم مشاكل بالعمل واللي كانت أوفر تايم شلوها واللي كانت بمكان شلوها واللي كان بمكان شلوه فعملكم فيه تعديلات إن شاء الله رح تكون بدل الحق إن شاء الله بتاخدوه أما بالنسبة لمولود العزراء حيكون عنده مفاجآت عاطفية إن شاء الله ممكن يكون عنده محبس خطوبة ارتباط زواج مفجائة ممكن يجي يحكوا فيه النقرول فاتحة أو بأي طريقة هني حيتزوجوا حيكون فيه توافق بين بعضهم البعض مع الأهل بالنسبة للمولود الميزان بيكسب إذا هو بالذهب بيكسب إذا أنت بالفضة رح تكسب مولود صار مصمد كثير مولود الميزان أنا بقل له اشتري لأنه أنت على الميزان قداش كم جرام وكم جرام كان فضة ولا دهب مولود الميزان كسبين هيد الفترة أول اللي عم يشتغلوا بالكريبتو عم يبلج بتعلى الأسهم بتاعته لمولود الميزان وهذا الشي تصل فيه كتير مولود الميزان علي تأسهمون بالكريبتو بهالإشياء اللي اشترواها بعشرين تشتوا ونصرنا بالبيت كونز لما قالت لنه نكتب بالعشرين إنه واشتروا رح إعلى وشهر أربع رح تترب لون الأربع مرات إن شاء الله إلا أنا ما اشتريت اشتريت إنتي لينا أنا ما أحب أشتري ولا فكرت بالموضوع صراحة ولا أخذ من بالي ما معرفت بس كنا صحة وغلط بس هو هو بالنهاية هي منهم لعبة هو بالنهاية هي رح تكون العملة هي هدا الورق كله نحن عم نشوفه العم نطبع رح كله رح ينكب بالعالم كله هنسير نحن نشري الإشياء بدون مصاري بس بالشي اسمه كريبتو بس موجود بالكارت بس ما في حطه كارت يعني بالكارت بس بالهوى شوفوا لو أنا رح نوصر حتى التخاطر كاميرا رح نوصر كيف إلا حيابلشوا يعلموا برة هتصير تعرف شخص عام يعمل برة وانت قاعد ببلدك هلا بأي طريقة بكرا بنشوفها كيف هلا بالنسبة لمولود نحن وصلنا لمولود العقرب مولود العقرب هديه تميني بتوصلك بتلبسها بإيدك بتلبسها برقبتك بتلبسها بديناك بس هدي للامرأة أما بالنسبة للرجل ممكن توصلوا ساعة هديه تميني بدو يحصل عليها إن شاء الله وحتكون بمناسبة سعيدة لإله ترقية أو انتقال لعمل آخر أو مناسبة فيه بالبيت أو حنا نوعده بشيء رزقه إذا حصل على هالشغل مثلا ممكن يكون شخص موظف يجي من مديره أولاك المدير بيعطي لا ما بيعطي ممكن من ابنه ممكن ابنه يحصل على الشيء بس بده يحصل على شيء تميني امرأة أو رجل بالنسبة لمولود الكاوس طلع من الكآبي بقى مولود على الكاوس ما تخلي شيء سيطر عليه فأكون أول دايما نقول إنه لديه حظ عظيم لحتى دايما الواحد يجي الحظ دايما نقوله إنه لديه حظ عظيم يعني لو ما عنده حظ بترديد للإياه هادي ممكن مش ممكن إن شاء الله الله بيعطيه الحظ يعني فيه ناس بيخلقوا محظوظين وفيه ناس بليك ممان نشيلك الحظ الجمال جبنالك بس ممان نشتري الحظ الحظ لو بينشارك إنا لو بينباعك إنا شتريناه فلا فيه إشياء فيه ممكن إنسان إذا اعتمد على رب العالمين وعلى آيات رب العالمين الله ما بيخيده أبدا لحظ لأنه دايما من الله أما بالنسبة لمولود الجدي مناقشات بالعيلة ما تتدخل أبدا لأنه اللي بيتدخل بالموضوع ممكن توصله توصل المشكلة لإله تتحول تصير لإله ومثل ما بيقوله المخلص إله تلت ترباع القتلة هون مش دروري يدربوه بالدرب يدربوه بالكلام أما بالنسبة لمولود الدلو فيه عنده مشاكل كتير هلأ بالعمل عنده مشاكل كتير بحياته العائلية ما بقع كيف بده يخلص وإنت ما بقوله المثلة آآ آآ الله يساعدك معطر يا ابو التلتين يعني مولود الدلو إذا كان رجل مجوز مرتين أكتر إيتهم إذا أنت من الأشخاص اللي مجوز هذا ما نغني لك إياها وإذا من الأشخاص اللي مجوز مرة عندك مشكلة بين العمل وبين الآآ يعني الاجتماعيات اللي أنت آآ فيها هالفترة بالنسبة لمولود الحوت فرح بأرض البيت لأحد أفراد عائلته لأبنائه لأولاده ممكن بنجاح عملي أو نجاح دراسي أو نجاح عاطفي إن شاء الله اشتركوا في القناة